أعزائي المشاهدين نواصل دراستنا وحديثنا من مدينة أفسوس القديمة حديثنا في هذه الحلقة عن قوة الغفران أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة حتى نلقي الضوء على هذا الموضوع الهام ونكتشف عمل هذا الغفران في حياتنا ونكتشف عمل يسوع أيضا في حياتنا إذا عندك أي سؤال أي استفسار أي مداخلي أنا أدعوك أنك تتواصل معنا إما تكتب أو تتصل بنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير من البازلكة من كنيسة القديسة مريم العذراء من واصل دراستنا في هذه الحلقة عن قوة الغفران أنا موجود في مكان مهم جدا هذه كنيسة ضخمة جدا وكبيرة جدا بنيت في القرن السادس ميلادي تخليدا وتكريما للقديسة مريم العذراء وبنيت هذه الكنيسة بعد مجمع أفسوس اللي ابتدى يتكلم أكتر عن أهمية مريم في هذا المكان في منطقة أفسوس وعن أهميتها بشكل عام هذه الكنيسة الكبيرة مساحة ضخمة تستطيع أن ترى إلى العمق هناك الطريق الستايل اللي كانت تبنى بطريقة زي الشل وفي الأعمدة المكان اللي كان طبعا الكاهن بيكون موجود فيها وفي المدخل تستطيع أن ترى جرن المعمودية ويقال أنه اكتشفوا كنيسة أصغر في نفس الموقع لأنه مجمع أفسوس حدث قريب من هذا المكان هذه الكنيسة طبعا في أفسوس القديمة الرسول يحنى جاء إلى هذا المكان وكتب رسائل وطبعا الله استخدمه في بناء كنائس كثيرة أقصد جسد المسيح من هذا المكان صار في اضطهاد ضد المسيحيين أخذ إلى جزيرة بطموس في المنفى ورجع وكمل خدمته ورسالته في هذه البلدة في منطقة أفسوس قوة الغفران يقول الكتاب المقدس ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبس وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح حبائي يقول الكتاب المقدس أيضا من فضلة القلب يتكلم اللسان ولاحظ بولوس الرسول بقول ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح المرارة خطية شنيعة وفظيعة لأنها تقتل البراءة وتقتل الشخصية من الداخل وتدمر الكيان الداخلي فالمرارة هي عداء متمركز مما يسبب التسمم الإنسان بيتسمم في الإنسان الداخلي في الإنسان الباطن تعرفوا الكتاب يقول لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس كل الجسد فالمرارة هي خطية تنجس كل الجسد اللي بتسبب حقد وكرهية وغضب داخلي مدفون جدا في الإنسان الداخلي كبركان بيغلي من جوة ينتظر طبعا لحظة هذا الانفجار تعرف لما كتب الرسول قال أيضا أيها الرجال أحب نساءكم ولا تكونوا قساء عليهن والكلمة قساء اللي هي بيتكلم نفس الكلمة بتتكلم عن المرارة فالمرارة تقود إلى الغضب والغضب يقود إلى الهيجان ويقود أيضا إلى الانفجار المرارة تحزن روح الله القدوس كما أن خطيانة هي ضد الرب يسوع ابن الله الحي فإذن المرارة تقسي القلب والمرارة في القلب تؤذي الشخصية لكن هذه المرارة هي عبارة عن شيء مدفون عدم غفران عدم مسامحة حقد كرهية حقد على شيء معين خطيئة مدفونة مخبئة منذ الطفولة اللي دائما تغلق داخليا فبتسبب المرارة كأنها عدوى أو مرض اللي بيتفش في كل الجسد وبيستشري طبعا في كل الجسم لكن الكتاب يقول أيضا شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح لاحظ الغفران كما سامحنا المسيح فالغفران بيعتمد على المسيح كما سامحك المسيح هكذا الغفران فالمسيح هو مصدر الغفران وهو مقياس هذا الغفران ثم شيء تاني أحبائي الغفران ينبغي أن يكون على أساس وهذا الأساس أن المسيح دفع ثمن مات على الصليب وبموته على الصليب وقيامته مات موت بديلي عنك وعني حتى نتبرر أمام الله ونكون بر الله في المسيح يسوع فإذن المرارة هي يعني تنجس كل شيء في حياة الإنسان لكن الغفران يقود إلى القوة الروحية إلى الشفاء الداخلي وإلى البركة الروحية في داخل الإنسان سأواصل حديثة بعد قليل ابقوا معي موسيقى 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 على المسيحة المسيحة اليوم المسيحة 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 في المسيحة جون قرأت بكة ربكة نحن لا نحن 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 نعرف إذا كان هذا أحيانا أو لا ولكنه موسيقى 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 أعزائي منواصل حديثنا ودراستنا عن قوة الغفران من كنيسة القديسة مريم العذراء بازلكة كبيرة بنيت في القرن السادس ميلادي شخصية يسوع المسيح لم يقل شيء إلا وفعله المسيح علم عن الغفران فغفر لصالبيه وهو على الصليب صلى إلى الآب وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون فإذا المسيح مارس هذا الغفران على الصليب ويطلب من الله الآب أن يغفر أيضا للصالبين للناس اللي عم تصلب فيه وعم بتقتل فيه ما أروع هذا المثل منقرأ عن استفانوس أول شهيد في المسيحية قال نفس العبارة يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطيئة صلى للرب أن لا يقم لهم هذه الخطيئة فالغفران أقصد قوة الغفران في قوة مغيرة مؤثرة فعالة ديناميكية في موضوع الغفران وبعتقد لو من مارس موضوع الغفران في حياتنا اليومية وفي حياتنا العملية منشوف فيه شفاء كامل في جسد المسيح يسوع يقول صلوا بعضكم لأجل بعض اغفروا بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا فعندما تصلي من أجل الغفران فأنت تحصل على الشفاء الداخلي والشفاء الخارجي أيضاً كم من النفسيات التعباني وكم من أمراض الكآبة والحزن والقلق والخوف كله بسببه بعدم الغفران عدم الغفران هي عملية أنك إنت بتحط حجر ثقيل وبتمنع قناة بركة الله أن تتدفق في حياتك فالغفران يفتح السماء والغفران يفتح قناة بركة الله تتدفق إلى حياتك والغفران يقودك إلى التحرر حتى لو الشخص الآخر اللي أساء إليك أنت غفرت له حتى لو هو رفض أو ما قبل على الأقل أنت داخلياً بتكون متحرر وأريد أن أقول لكثير من الناس اللي صعب يغفروا أنك مش عاوز تغفر لأنه عاوز تنتقم أنت اغفر لأنه أنت اللي بتشعر بالحرية وأنت اللي بتنال هذا الحرية وابتنال هذا الشفاء الروحي أيضاً الغفران يقود إلى البركة تعرفوا لما المسيح علمنا الصلاة الربانية قال اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا إن لم تغفروا لا يغفر لكم أبوكم السماوة فإذا ينبغي أن نمارس حياة الغفران لأنه المسيح هو مثالنا وهو اللي غفر وعلى الصليب هو أساس هذا الغفران كما قال الرسول بولوس إلى أفيسوس في الإصحاح الأول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا بسبب هذا الدم اللي دفع من أجلك ومن أجلي منحصل على الغفران الرسول بولوس كتب إلى كنيسة كولوسي قال إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً دعونا نمارس حياة الغفران حتى نحصل على البركة نحصل على الشفاء نحصل على القوة الروحية الداخلية حتى نتمتع ببركات الله وحتى يكون فيه استجابة للصلاة في حياتنا بصلين الرب يباركك وإذا أنت في مرارة في داخلك ما تخلى هالمرارة يعني تنجس كل جسدك لكن أطلب من الرب أن يحررك ويشفيك أيضاً ومارس الغفران مع شخص آخر كيفية؟ 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 أحيث تجاهلون إلى الألعب أحيث هكذا مائلين أحيث وفي هناك أحيث كيفية له فكانت من الألعب أمون في 8 D.C. الأ 60 400 600 100 600 400 حيث يتقل الوقت الآن يتقل الى جينزة تقليل من الأحيان، تجريد الكثير من الأحيان في التاريخ آج المدراني عمليه خطتها حيث يتقل الهدفين بإنسان الأبيان الأخياء وهناك تجريد أن تكون مدرسة من روانات الفضل، لتقل إلى الوقت خلال أكثر من الوقت في اليوم. وحيث يتظهر هذا مدرسة لكي مدرسة عمليه ولكنهذا أصبحت مدرسة لكي مدرسة لنذي من واصل دراستنا من أفسوس القديمة وحديثة في هذه الحلقة عن المحبة الفائقة أنا موجود في أفسوس المنطقة العليا هذه منطقة تسمى الأغوراء المدنية أو اللي كانوا بيعملوا فيها الأمور السياسية والإدارية أيضا اللي كان في هذه المنطقة اللي بيحمل الجنسية الأفسوسية في هذا المكان طبعا أفسوس كان تعدادها في أيام بولوس وما بعد وصل إلى 300 ألف نسمة لأن كانت مدينة عظيمة فيها الميناء فكانت مدينة تجارية اقتصادية مدينة دينية سياحية كان يجيها من كل أنحاء العالم وكل هذه الأعمدة والأثرات اللي بتشوفوها حوالينا بتعبر عن عظمة روما هذه الساحة العامة لهذه المنطقة وفي أغوراء أخرى اللي هي أغوراء التجارية أو الميناء اللي كان معظم الناس بيجوا من الميناء مثل بولوس، تموثاوس، يحنى وناس كثيرون خدم بولوس ثلاث سنين في هذه المنطقة سريع إحنا في منطقة فيها عدة أماكن أثرية الجيمنازيوم الرياضي بتشوف أيضا البازيليكا الأعمدة المنحوطة من رخام اللي هو كان بيت القضاء وتحولت إلى بازيليكيا مسيحية يعني إلى كنيسة مسيحية تستطيع أن ترى البوليتوريوم أو الأوديوم اللي هو المسرح عبارة عن مسرح فني للموسيقى بيسع لألف وسبعمائة نسمة وبتشوف طبعا بجانبه معبد إلهة روما ومعبد فيستا وفي نفس المنطقة كان السوبريم كورت، المحكمة العليا اللي كانوا بيجوا بالقضايا اللي بيعالجوها في المحافل في الأوديون وبيخدوها إلى المحكمة العليا حتى يتناولوها ابقوا معي سأواصل حديثي ودراستي من نفس الموقع بعد قليل من واصل دراستنا عن المحبة الفائقة وأنا موجود في الشارع الأعلى للطريق الرئيس الكاردو اللي هو يعتبر مركز البلد لأن الرمان بنوا أبنية عبارة عن مدرجات وطبعا ما زالت الحفريات قائمة مثل ما بتشوفوا حوالي أعمدة وحجارة في كل مكان المحبة الفائقة فالمحبة هي أقوى الأسلحة الروحية والمحبة هي ثمر الروح القدس المحبة الفائقة هي محبة الله المحبة الإلهية هي المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة هي محبة إلهية من فوق محبة تقدم ولا تحجم محبة منتصرة فاللغة اليونانية فيها تعبير كثيرة للمحبة منها محبة الأخوة أو الصداقة ومنها محبة اللي بسموها إيروس اللي محبة الجنسية أو العلاقة الجنسية وهكذا لكن هذه محبة الله أعطانا إياها أنعم علينا بالمحبوب يسوع المسيح بدون أي مقابل فالرسول لما بيوصف هذه المحبة يقول المحبة الفائقة صعب إدراكها أو وصفها لأنها محبة عميقة جدا المحبة قوية المحبة مكتوب عنها تتأنى وترفق المحبة لا تقبح المحبة تسطر كثرة من العيوب أو كثرة من الخطايا بيكتب الرسول بولوس ويقول لكي تدركه حتى ندرك هذه المحبة نحتاج إلى تجديد ونحتاج إلى استنارة وإعلان روحي عملية الإدراك هي عملية استعاب روحي عميق في كيان الإنسان الداخلي ويستمر قائلا وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة متأصل بيتكلم عن شجرة جذورها عميقة في التربة تتأصل وأيضا تظهر الثمر من فوق في ثمرها بيتكلم عن متأسس في المحبة كمبنى له أساس متين جدا قوي مثل الحجارة اللي شايفينها حوالي هذه الطرق الرومنية كانت تبنى بحجارة كبيرة موجودة حتى يومنا هذا رغم الزلازل اللي حدست في هذه المنطقة بيستمر يقول متأسسون أو متأصلون في المحبة ومتأسسون في المحبة وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل مل الله هذه المحبة مرة أخرى أنعم علينا في المحبوب ربنا يسوع المسيح رسول بولوس علم ثلاث سنين في هذه المنطقة وكان مثال رائع جدا للتضحية والمحبة في هذا المكان ولما كتب رسالته من السجن إلى كنيسة أفسوس قال سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين يستمر قائلا يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا برسالة أفسوس عدة مرات بيتكلم عن المحبة مثلا في الإصحاح الخامس يقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها فإذن هذه المحبة محبة قوية الرب يسوع المسيح هو مثالنا في هذه المحبة قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم يقول أيضا نحن يقول الرسول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة الرسول يحنى اللي عاش في أفسوس أيضا قال يا أولادي لا نسلك بالكلام لا نحب لا بالكلام أو اللسان بل بالعمل والحق فلازم المحبة المتأصلة والراسخة تدرك وهذه المحبة تظهر وتترجم بطريقة عملية فالكتاب المقدس بيتكلم عن هذه المحبة فيقول مثلا المحبة فلتكن بلا رياء ثم يقول أحب بعضكم بعضا بقلب طاهر وبشدة فإذا بقلب طاهر يعني بطهارة وبلا رياء ما تتمثلش ما تكونش ممثل في الموضوع وطبعا الآية أسلكه في المحبة ليه؟ لأنك أنت ابن للرب لأنك أنت محبوب على قلب الله موضوع فداءه موضوع محبته موضوع عناية لأن المسيح دفع ثمن باهض من خلال دمه من أجلك من أجل هذا أحبائي هذه المحبة اللي الله بمكنها نحونا وبعلمنا فيها ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير وع currentة دفع غير لحظ Grade مباشرة now we're not sure if that's part of the original text or not but it fits perfectly because that's the hottest part of the day in Ephesus and the summertime can get very very hot in Ephesus and so this is why the Mediterranean siesta was invented because this is when Professor Tyrannus would not be lecturing anyway they could get the hall for less rental and when the workmen would be off of their jobs and instead of sleeping they could hear Paul lecture so it's very possible it was in the early afternoon that they rented this hall now Tyrannus means tyrant now we don't know if his mother gave him that name or his students but in any case it's interesting that he should be called Professor Tyrant and of course some students have that good name for their professors of the present day and it's just the name Tyrannus has shown up very near the southern area as you approach the library of Celsius there's tremendous structure there at the center of Ephesus so maybe the hall of Tyrannus was very near there it's hard to say تعرفوا بعد فترة زمنية عاش الرسول يحنى في مدينة أفسوس وكان بيتجول في آسيا الصغرى وكان يسمى رسول المحبة هو الذي كتب انظروا أية محبة أعطان الآب حتى ندعى أولاد الله محبة فائقة لا يستطيع أن يستوعبها العقل أو يصفها يقول لكي تدرك بيتكلم عن الطول والعرض عن العلو والعمق لهذه المحبة البعد أو الأبعاد الأربعة لهذه المحبة التي تشمل كل الحياة وكل الكيان فهذه المحبة هي محبة فريدة محبة عظيمة جدا والرب يسوع المسيح هو مصدر هذه المحبة وهو مثال لهذه المحبة يقول كتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والرب يسوع قال وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تعرف لما الكتاب قول انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة المحبة هو تعبير عن الإيمان الحقيقي للمسيحي من يبغد أخاه فهو قاتل نفس فإذا حب الانتقام أو عدم الغفران والمسامحة عملية قتل نفس وأيضا من لا يحب أخاه يبقى في الظلمة فهو بيسلك في الظلمة عايش في الظلمة ويبقى في الموت فترجمة الإيمان المسيحي هو المحبة كما اقتبشت الآية من الرسول يحنى اللي كتب من هذه المنطقة انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله إنها محبة أزلية هذه المحبة منذ الأزل كانت موجودة في الله فمنذ وجود الله الله محبة طبيعته المحبة مكتوب محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة أحبنا فضلا أحبنا حتى المنتهى ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا يعني هاي المحبة بغض النظر شو كنت أو مين كنت كنت صالح أو غير صالح بار أو غير بار محبة الله ما بتتغير بحسب الظروف إنها محبة إلهية أجابة هذه المحبة الإلهية ممدودة نحوك فهي غير مشروطة وغير محدودة ثم هذه المحبة محبة اختبارية ينبغي أن يختبر الإنسان هذه المحبة فالإنسان الذي يختبر المحبة يعتمد بهذه المحبة يتغطص فيها فيعكس المحبة بكلامه بشهادته بحياته أيضا وفي سلوكه أسلكه في المحبة أنت بتعكس محبة المسيح من خلالك وهذه المحبة محبة فدائية يعني كلفت دم المسيح من أجلك موت مثالي وموت بديلي عنك وعني أيضا لأن هاي المحبة دفع فيها المسيح ثمن كلفت المسيح أن يأتي من عرش السماء إلى الأرض ويضح بنفسه يموت من أجلك وحتى تنال التبرير وحتى تختبر هذه المحبة والعلاقة الجديدة مع الله محبة صعبة وصفها يا ليت هذه المحبة تتأصل وتترسخ وتتعمق وتكون راسخة في جذورها وفي أساسها في كيانك وفي حياتك الثمر الطبيعي لابد أن يكون محبة تجاه الجميع تحب الله تحب الناس وتحب الخطاط وحتى الأعداء أحب أعداءكم هذه المحبة مش ممكن تتطبق إلا بعمل يسوع المسيح فهل تريد هذه المحبة؟ ينبغي أن تعلن احتياجك للرب هذه المحبة التي تخلصك وتغيرك أيضا بحب أسمع منك رب يباركك ترجمة نانسي قنقر